نروح للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اللي بدأ النهاردة الاستعداد علشان طبعا مباراة الأهلي اللي هتتلعب يوم الاتنين اللي جاي في الجولة الرابعة من دوري السوبر الجهاز الفني رفض انه يمنح اللعيبة راحة وده طبعا بعد ما الفريق خسر في المباراة التالتة على التوالي أمام المصرية الإتصالات بنتيجة 78-70 وخاد ميران كامل النهاردة علشان الناس بتحاول صححوا الأخطاء يشتغلوا على نقاط الضعف يكون في حالة أكبر من التركيز عند اللاعبين سعيد تالت هزام متتالية كتير جدا جدا والموضوع بدأ يقلقنا كلنا ويقلق جمهير لكن رغم كده احنا لازم نجدد الثقة في اللاعبين وانهم يقدروا على العودة يقدروا يكون فيه منتادة يكون فيه تصحيح للمسار تصحيح للأخطاء لنقاط الضعف رغم التالتة هزام يعني ولكن زي ما بيقولوا لسه الأماني ممكنة